اعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري ان قوات الجيش احبطت هجوما جويا وبريا للميليشيات على قاعدة الجفرة جنوب مدينة سرد نعلن وبكل فخر واحتزاز الانتصار على الميليشيات الارهابية والمرتزقة الذين حاولوا القيام بهجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة الجوية وبكامل امكانياتهم في محاولة يائسة منهم للتأثير على قوات الجيش الوطني الليبي وذلك بعد ان منيت بخسائر فادحة في محاول قتال حول طرابلس وضف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري ان الهجوم الذي تم احباطه على قاعدة الجفرة كان بتخطيط تركي وتمويل قطري هذا الهجوم كان مخطط له في تركيا وبدعب تركي وتمويل قطري بملايين الدولارات للجماعات الارهابية وعليه نفيدكم ان قاعدة الجفرة الجوية لم تستسعي ضرر ومستمرة في مهامها وهي اقوى مما سبق بدرجات كبيرة ضربة نوعية للجيش الوطني الليبي للسرب الطائرات التركية الموسيرة الجيش اعلن انه قام باسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة اطلقت من الكلية الجوية بمسراته قبل ان تتمكن من تحقيق اهدافها كما استهدفت قوة الجيش الليبي ثقنات طائرات التركية الموسيرة في الكلية الجوية بمسراته حيث تمكنت هذه القوة من تدمير كافة الثقنات التي تمت اعادة تشييدها فيما باتت منطقة العملية باكملها تحت مراقبة وسيطرة السلاح الجو الليبي وفقا لبيانات الجيش ووفقا للجيش ايضا فان الاستهداف جاء بسبب ما تشكله القاعدة من تهديد وخطورة على القوة المسلحة وعلى سكان المدينة البيانات اكدت ايضا ان قوة الجيش تمكنت من تدمير حشود عسكرية لميليشيات ترابلوس تتألف من خمس عشرة آلية مسلحة في منطقة ابونجيم وابادتها بالكامل القيادة العامة للقوة المسلحة اكدت ان اي تجمع او تحرك مسلح سيكون هدفا للسلاح الجو الطائرات التركية كانت هدفا للجيش الوطني الليبي في قلب الصحراء الجنوبية كذلك حيث تمكن من اسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين فوق قاعدة الجفرة الجوية وكان الجيش الوطني الليبي قد اعلن في وقت سابق ان قوته الجوية باشرت تنفيذ ضربات جوية مركزة ودقيقة استهدفت مواقع جديدة تابعة للميليشيات المتطرفة في ضواحي العاصمة ترابلوس معنا من تونس رئيس صحيفة اخبار الحدث محمود المصراتي ومن القاهرة عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية الدكتور محمد مجاهد الزيات اهلا وسلام بكم اضيفي الكريمين ابدأ مع سيد محمود المصراتي من تونس الاحداث الاخيرة الهجوم الذي احبطه الجيش الليبي على قاعدة الجفرة هل يؤكد بان الجيش الليبي يواجه مجرد ميليشيات ام يواجه دول اخرى برؤيك لا ليس ليس ميليشيات فقط الجيش الوطني منذ 2014 يواجه تنظيمات الارهابية مدعومة بدول قطر وتركيا لا يمكن خاصة قطر لا يمكن لها تنكر بانها دعمت وبقوة عسكريا وماليا كل الميليشيات الارهابية التي قطرها الجيش منذ 2014 ايضا المملكة المتحدة بريطانيا كانت الدعم الاول السياسي لكل هذه الجماعات في ذلك من جماعة الاخوار المسلمين حتى الجماعة التنظيم من انصار الشريعة قاعدة وداعش هناك تورط للدول حتى في داعش وبالتالي الجيش الوطني يخوض حرب نيابة على العالم اجمع معظم الارهابيين الذين قتلوا سواء في الجنوب أو في المنطقة الشرقية في بنغازي ودرنا كانت هناك قيادات لتنظيمات عالمية تنظيمات دولية الارهابية وليس دوليين مصريين سعوديين يمنيين توانسة جزائرين كل الجنسيات حتى الشيشان كانوا موجودين وبالتالي المعركة معركة يقولها الجيش ضد ميليشيات مدعوبة من دول وضد ارهابيين ايضا قدمت لهم التسليلات عبر تركيا وقطر وخاصة الفترة الاخيرة المجموعة التي اتجهت يقال حتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عنها بشكل واضح هناك مجموعات ارهابية فارة أو عائدة من ادلب لا يريدون لها الوصول الى اوروبا وبالتالي تظل ليبيا منطقة ساخنة ومنطقة صراع وبالتالي توافد الكثير منهم دكتور محمد يعني الجيش الليبي يؤكد تورط تركيا وتمويل قطري في الهجوم لماذا ترمي هذان الدولتان بثقة لهما في الملف الليبي يعني هو التاريخ التورط القطري في الملف الليبي قديم منذ 2011 احتضنت القيادات التابعة للإخوان المسلمين وكانت لها ميليشيات ثم احتضنت قيادات تابعة للقاعدة وفصائل مختلفة في هذه المنطقة وهناك تصريح مسجل لرئيس الاركان القطري في ذلك العام عندما قال انه 15 طائرة سي 130 نقل عسكرية نقلت اسلحة الى نعم نعم تفضل تفضل دكتور نقلت اسلحة الى الميليشيات داخل ليبيا او سمها في ذلك الوقت بالمعارضة الليبية او الثورة الليبية وبقيت تلك الاسلحة هناك ثم مولت قطر تلك الميليشيات وتلك العناصر وبأموال وكانت الاسلحة في الجيش الليبي مستباحة بعد سخوط نظام القذافي تحالفت قطر وتركيا من خلال دعم تيار الإخوان المسلمين والقيادات الإخوانية معروفة والموجودة في تركيا والتي ترعى ما يجري الان وهي كانت تمركزها الاساسي في مصراطة المعارك الجارية في الفترة الاخيرة هي معارك حول مصراطة حول التمركز للميليشيات العسكرية والقيادات التابعة لتلك الميليشيات في مصراطة بالتحديد وهناك مراكز للتواجد عسكري تركي في القاعدة الجوية في مصراطة وهم الذين يديرون حرب الدرونز ولعلك تدرك أن الطائرات المسيرة الآن هي التي أصبحت السلاح الرئيسي في المعارك الجارية هناك لرد فعل أو لعدم القدرة على المواجهة المباشرة مع الجيش الوطني وهناك محاولات في الأسابيع الأخيرة تشتيت القوات التي تنبيع الجيش الوطني عن معركتها الرئيسية في طرابلس بشن معارك في الجنوب من خلال ميليشيات المعارضة التشادية وبعض الفصائل التابعة للقاعدة هناك ثم في الوسط في قائد الجفرة ثم حول مصراطة وأعتقد أن المعارضة دخلت مرحلة حسمة باتساعها على هذا المستوى ما رأيك سيد محمود في هذه النقطة؟ إلى أي حد هذه الميليشيات تحاول من خلال القيام بهجمات على الجفرة تشتيت جهود وأنظار الجيش الليبي على المعركة الأساسية في طرابلس بالفعل هذه حقيقة ولكن أيضا الميليشيات تنتحر دون أنت كلها تغطية استراتيجية استخدام الطيران المسير وأنت لا تسيطر الآن يعني مسألة مساحة الميليشيات الآن هناك مقارنة يجب أن نتحدث عنها حتى تتضح الصورة الجيش الوطني قوات المسلحة العربية ليبيا تسيطر على كل قواعد ومطارات البلد بالكامل باستثناء المطار معيتيقة التي خرج عن الخدمة خلال الأسبوع الماضي ولم يتبقى إلا القاعدة الجوية مصراتة التي يستخدم جزء منها في الطيران المدني وهو مطار مصراتة وبالتالي إذا استمرت الميليشيات وإذا استمر قادة الإخوان والإرهابيين وطبور الشر لأخل مدينة مصراتة باستخدام هذا المهبط قد يضطر القوات المسلحة العربية ليبية أن تخرج مطار مصراتة عن الخدمة وبالتالي لن يتبقى في المنطقة الغربية إلا استثناء مطار واحد فقط وهو غير مسجن في رحلات دولية وهو مطار الزنتان هذه النقطة هي انتحار تقوم به الميليشيات أيضا الضيفك الكريم تحدث عن نقطة وهي حساسة ومهمة جدا وهو عدم قدرة الميليشيات على التعاون مع القوات البرية التي يتقدم بها الجيش وأنا سأقول لك حقيقة وهي ربما لا يعلمها الكثيرون الجيش الوطني القوات المسلحة القيادة العامة للجيش الليبي لم تدفع بعد بكل تقلها في تخون طرابلس لم يتم حتى هذه اللحظة استخدام الأسلحة الثقيلة لم يتم حتى استخدام الاستلاحة المتوسط كان في ظروف معينة وفي أماكن معينة هناك تعريمات واضحة وصريحة من القيادة العامة للقوات المسلحة بعدم استخدام الأسلحة الثقيلة على تخون طرابلس في قرب المدينة وبالتالي معركة الاستنزاف لهذه الميليشيات مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر وهي في نهايتها النقطة المهمة اسمح لي سيد محمود اسمح لي عن المقاطع معركة الاستنزاف مستمرة ولكن تركيا أيضا تستمر في دعم هذه الجماعات شوف بإمكان الدعم هذا سيتوقف قريبا ونحن نقول لك كيف سيتوقف مسألة أن تكون هناك طائرات مشحونة بالأسلحة ويتم إرسالها إلى مطار مصرات أو إلى القاعدة الجوية هذا أمر مستمعت خاصة بعد أن استهدف سلاح الجو الليبي بتابع القوات المسلحة العربية الليبية استهدف طائرة الأوكرانية والتي كانت محملة بالأسلحة على المدرج النقطة الأخرى وهي المهمة عندما تضرب كل المطارات أو يتم السيطرة عليها والمدرج التي يتم السيطرة عليها لا تستطيع هذه الميليشيات واتقومها التركية أن تستخدم الطائرات المسير وبالتالي الميليشيات لن تشتري هذه الطائرات والأتراك لا يعطون هذه الطائرات ولا يعطون أسلحة ولا يعطون معدات ودخير دون أن يدفع التمن ولكن الآن كيف ستصل هذه الأسلحة أيضا نحن نعاول حتى على المجتمع الدولي وخاصة في الاجتماع الذي كان دعت له ألمانيا في نهاية شهر أغسطس الماضي وهو يتعلق بإعادة التزام الدول حول الدول العضاء في مجلس الأمن التزامها حول أول شيء هو عدم توريد الأسلحة والتزامها بقرار مجلس الأمن والحضر الدولي المفروض على ليبيا في استيراد الأسلحة وفيما يتعلق بالأموال المجملة مخرجات هذه المؤتمر أكدت على أنه يجب أن يكون هناك عادة التزام من كل الدول لم تذكر تركيا بشكل واضح وصريح ولكن تم التنميه عليها باعتبار هذه الدولة التي ترسل الطائرات المسيرة غسان سلامة في حاطة الأخيرة تحدث في وضوح وقال بأن ليبيا أصبحت حق التجارب لكل الطائرات المسيرة التي يستخدمها بعض الجيوش في المنطقة وهو يقصد تركيا الدعم القطري المالي مستمر ولكن الدعم التركي ربما يستمر ولكن ماذا سينتج؟ ماذا سيحقق؟ هذا هو السؤال المهم دكتور محمد مجاهد الزيات لماذا لا توجد هناك إدانة صريحة وواضحة لتركيا التي تخرق الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا؟ يعني الإدانة ممنى الأطراف الدولية متورطة في الأزمة الليبية وأجنداتها متعددة ومتباينة يعني بريطانيا على سبيل المثال لها موقف داعم لطيار الإخوان في ليبيا وعدد من الدول الأوروبية تركز كلما حقق الجيش الوطني بانتصارات وكاد يحسن بعض المعارك يتحدثون عن الموقف الإنساني وضرورة وقف إطلاق النار نفس القضية التي كانت تجري في إدلب لعلك تلاحظ كلما تحرك الجيش السوري والجيش الروسي للإحاطة بتنظيم فتح الشام يتحرك العالم كله ليقول هناك عملية إنسانية نعم لكن هناك أيضا تنظيم إرهابي يجب يخافه وليبي وتركيا وقطر على صلة قوية بتنظيمات الإرهاب التي عاشت في سوريا ولعلك تتذكر تصريح رئيس الوزراء القطر السابق عندما قال في عام 2016 أو 2015 دفعنا 165 مليار دولار لتمويل المعارضة السورية إذن قيادات وتنظيمات الإرهاب التي كانت هناك والتي تنتشر على تساء المنطقة لا علاقة واضحة بالمخابرات القطرية والتركية والحديث الآن عن خروج بعض هذه القيادات ومجموعاتها من سوريا والانتشار فيه ليس فقط في ليبيا ولكن في منطقة الساحل والصحراء وبالتالي في تقديري سوف يبقى الدور التركي لأنه الدور التركي لا يتعلق بليبيا وحدها ولكن يتعلق بشمال إفريقيا هناك سقوط لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر ولو ساقط الإخوان في ليبيا لا أتساروا على الامتداد الموجود في شمال أفريقيا هناك تحرك للإخوان حركة النهضة في تونس هل ستستطيع أن تسيطر على الأوضاع من خلال الإطر الديمقراطية أم ستبقى كما هي وبالتالي تركيا لديها خطة انتشار استراتيجي تبدأ في ليبيا وتتمركز وهناك في الصومال وهذه محيطة بدولة كبرى تنافسها وهي مصر وبالتالي هي تحاول أن تحيط بها وأن تتواجد في المنطقة وليبيا تمثل أهمية بالنسبة لقضية الغاز الشرق الأوسط التي تتحرك ويعتبر ملف استراتيجي بالنسبة لتركيا نعم سيد محمود أيضا في سياق هذا الكلام الذي يقوله الدكتور محمد على أن تركيا ستبقى تضغط ستبقى تحاول تأثير في المشهد ليبيا ثمت معلومات تسري على أن الميليشيات تضغط على فائز السراج من أجل إنشاء قاعدة عسكرية تركية في طرابلس ما صحة هذه المعلومات؟ أول شيء دعني أؤكد لك أنه ليس لدى الأتراك نفس طويل في دعم هكذا قضايا وفي دعم هكذا مشموعات دائما المال هو الفيصل وأيضا الضغوطات التي قد تمارس ضد أي نظام تركي الأوضاع التي يعاني منها أردغان الآن السياسية والداخلية وخاصة في حزبه وبعض معارضيه قد يكون له تأثير على الملف الليبي أما مسألة إن إنشاء قاعدة عسكرية لا أعتقد أن الميليشيات أو السراج سيتورط مرة أخرى في إنشاء قاعدة عسكرية لأن قبل شهر أعتقد أو أقل القوات المسلحة العربية الليبية وسلاح الجو أباد أو سوى قاعدة جوية حديثة التكوين في القاعدة الجوية مصراته مباني ودشم وغرف عمليات قام سلاح الجو الليبي بتسويتها بالأرض بعد أن تم بناءها فقط بعد أكثر من شهر هم يبنوا فيها بعد 30 يوم بالضبط أو أكثر شوية سلاح الجو مسح هذه المباني بالكامل وأباد هذه الغرف وسحقها وسواها بالأرض وبالتالي إعادة التجربة مرة أخرى وخسارة الملايين والجدوى من إقامة هذه القاعدة لا أعتقد أنها ستجعل من السراج أو من معه يكررون فعلتهم مرة أخرى أو يقومون بهذه المجازفة ولكن وفي كل الأحوال يظل المجتمع الدولي تظل بعتة الأمم المتحدة وعلى رأسها غسان سلامة هم الملزمون باتخاذ إجراءات ضد تركيا التي تعلن صراحة وأتباحها في الميليشيات الموجودين في طرابلس علنا وعبر موقع التواصل وعبر قنواتهم يعرضهم في الدعم العسكري والمعدات والصواريخ والطائرات التي يتحصلون عليها من تركيا بأموال قطرية دكتور محمد تحولت هذه الطائرات المنشآت العسكرية كما يقول أستاذ محمود تحولت إلى مقبرة في الأرض الليبية إلى أي حد هذه المعطيات تبعث برسالة شديدة اللهجة إلى تركيا ومن يدور في فلكها؟ يعني تركيا ستحاول وسوف تستمر للإبقاء على تأثير أو حضور عسكري مؤثر للميليشيات التابعة لها وقوات مصراطة لتكون رقما في المعادلة السياسية الجديدة في ليبيا إذا ما تمت الذهاب إلى مائدة التفاوض والبحث عن حل سياسي للأزمة وبالتالي ستتواصل هذا العمل وهذا الدعم حتى يبقى لها حضور في هذه القضية وفي هذا الملف وسيكون الفيصل وقدرة الجيش الوطني الليبي على حسم المعارك في ترابلس بالدرجة الأولى لأنه لو حسن المعركة في العاصمة ستبقى هذه التخون ضعيفة وستبقى مصراطة محاصرة وبالتالي يتقل الفرص أو الاختراقات التركية إلى داخل البلف الليبي بصورة كبيرة ولكن في تقديري أنها سوف تستمر وأعتقد أن هناك ضغوطة دولية تحول حتى الآن دون تعقيق الجيش الوطني لانتصاراته في ترابلس وضرورة الذهاب للتفاوض في وضع يسمح لتلك القوات أو للسراج وحكومة الوفاق بأن يكون لها حضور في أي التسويات تتم وهذا هو ما يتحرك على أساسه غسان سلامة وما يتحرك على أساسه الأمم المتحدة بدعم من بريطانيا بالدرجة الأولى سيد محمود ألمانيا تسعى لاستضافة مؤتمر ربما حول ليبيا ألا يمكن أن تسحب البساط من أقدام ربما إيطاليا وبريطانيا ومن ثم سحب البساط من تركيا أعتقد وقد تقدم ألمانيا ليبيا لتركيا هدية من أجل ملف الهجرة وملفات أخرى المساعدة يقوم بها غسان سلامة لعقد مؤتمر ذولي يستطيع دون وجود على فكرة وركز على هذه النقطة دون وجود لأي أطراف ليبيا هذا يعد إهانة لكل الليبيين واستهزاء بالأزمة الليبية ولا يمكن أن تقبل كل مخرجاتها غسان سلامة يبحث من خلال هذا المؤتمر على أن يجد ذعم دولي وزخم دولي وشبه كريدت كارت يستطيع أن يفرض به الحال الذي يرويده ولكن دعونا نعود إلى أصل المشكلة كل العالم مغتنع وحتى الدول الست في بيانها الأخير الذي صدر في أبوظبي كل العالم مغتنع بأن أزمة ليبيا ليست أزمة سياسية الجيش الوطني تحدث بصراحة وقال أنه على الاستعداد لأن يقبل أي حل سياسي ولكن لا يمكن أن ينجح أي حل سياسي وقد كانت لنا تجربة في الصخرات وقبلها في اتفاق لجنة فبراير لا يمكن لنجاح أي حل سياسي في ليبيا ما لم يتم القضاء على الميليشيات ومعالجة الأزمة الأمنية أزمة ليبيا لازلنا نصر والعالم يجب أن يعترف فيها الآن أزمة ليبيا ليست أزمة سياسية أزمة ليبيا في سلاح خارج السيطرة في ميليشيات مسلحة مارقة خارجين على القانون أمراء حرب مجرمين لصوص كانوا رواد سجون يسيطرون الآن على السلاح والمال ويتحكمون في حكومة أنتجتها الأم المتحدة فيما يعرف في مسلحة تصخيرات وبالتالي الحديث عن حلول سياسية في ضد وجود الميليشيات وهؤلاء المسلحين وأيضا وجود الإرهابيين الذين أصبحوا وجودهم في صراحة كل الموثيقة أو كل الوثيقة التي خرجت عن مجلس الأمن حتى القرار الأخير قرار إعادة تمديد ولاية البعتة في ليبيا تحدث بشكل واضح في هذا القرار المجتمع الدولي مجلس الأمن قال بأن الميليشيات تسيطر على حكومة الوفاق تسيطر على مرافق الدولة الأفريكو مستدعى في تونس هنا وتحدث إليه بوضوح وقال له إن هناك إرهابيين نعم هناك مطلوبين دوليين ورهابيين موجودين لدى قوات الوفاق إذن عن أي حن سياسي نتحدث وعن أي معتمر دولي يدعو له غسان سلامة في ضل وجود الميليشيات وفي ضل وجود الخارجين على القانون ننهي هذه المسألة ينهيها الجيش يطهر العاصمة طرابلس وهي آخر مدن الجيش قادر على تطهير طرابلس وقادر على دخولها الجيش اطلق ب250 عسكري فقط وبأربع آليات في بنغازي قاتل أعطى التنظيمات في درنة واتجه إلى الجنوب والصحراء والموالي النفطية نعم هو حرر الكثير من المناطق سيد محمود المصراتي اسمحي على المقاطعة حرر الكثير من المناطق في ليبيا ولم يبقى إلا النزر القليل كما يقول البعض ما سبب تأخر الجيش الليبي في الدخول لتحرير العاصمة من هذه الميليشيات سؤال مهم جدا لدى القوات المسلحة وكل الليبيين يعلمون لدى القوات المسلحة القوة المفرطة التي لو تم استخدامها لوصل الجيش إلى داخل العاصمة إلى الأسابيع محدودة ولكن أنت تتحدث عن مدينة فيها أكثر من 2 مليون نسمة وتتعامل مع عصابات إجرامية مجموعات مسلحة ميليشيات قد تتحولون من الجبهات والتبات الآن الموجودة في تخون طرابلس وتصبح المعركة معركة أزقة وشوارع ضيقة في طرابلس وهذا ما لا يحمد عقباه وبالتالي هذا الذي دفع بالجيش وبقيادته إلى استخدام استراتيجية الاستنزاف وهي استراتيجية ناجحة وحققت نجاحات كبيرة باعترف حتى الميليشيات أفصهم الآن قادة الميليشيات والعقلاء وإن كان فيهم عقلاء أصبحوا يتحدثوا بشكل واضح وقالوا أن حفتر سيدخن فط إلى طرابلس دون أن يطلق رصاصة لأنه الآن يستنزفنا على تخوم عاصمة كل آلياتهم تحرق يوميا كل الأطفال الذين يزجون بهم في الجبهات يتم القضاء عليهم تابعوا مواقع التواصل وتابعوا قنواتهم وشوفوا كم كل يوم يترحموا علاقتين من قتل الميليشيات الاعتراف الدولي المحذود جدا وعدم وجود سلطة أو كيان آخر يعترف فيه العالم هو اللي خلى هذه النفس عند حكومة الوفاق وأيضا لا ننكر نقطة أخرى مهمة جدا وهي لا تتالى من حجر الميليشيوي سيطرت الميليشيات عبر حكومة الوفاق على مصرف ليبيا المركزي وعلى كل الأموال هؤلاء الآن يعملون بأموال ليبيا العملة الصعبة والأموال الليبية مبيعات النفط يتم استخدامها الآن في الأسلحة والعتاد وقتل الليبيين هم يسيطرون على المقاطعة دعني تدخل معك في هذه النقطة على ذكرك لبنك ليبيا المصرف ليبيا المركزي هناك حديث عن خطط يقوم بها الإخوان في ليبيا لنقل ربما الوزارات السيادية الصناديق السيادية أيضا إلى مصراتة وهناك السؤال دكتور محمد مجاهد الزياد ألا يعد بشكل أو بآخر هذا المخطط توطئ لخسارتهم لإعلان خسارتهم في طرابلس ما رأيك؟ نعم بس دعني أعلق على لماذا لم يكتم حسم المعاركة طرابلس اللي أقول أن هناك خطة انتشار عسكري للجيش الوطني فقد طالت خطوط الإمداد ما بين الجنوب الذي سيطر عليه الجيش في منطقة فراغ كبيرة أكثر من 500 ألف كيلو متر في هذه المنطقة والانتقال إلى طرابلس فتفضيله لمعركة بدل من أن يكون هو هدفا للميليشيات أن يكون هو خارجها معنى أنه عندما يسيطر على المطار يصبح هو هدف للميليشيات لكن عندما يحاصر المطار يحاصر القوات التي داخله وهذه السلسة السلسات بالفعل نجحها ولا أتصور أنه سيقتحم لأن الجيش غير مؤهل لحرب الشوارع والميليشيات مؤهلة لها وبالتالي محاصرتها أفضل الجزء الثاني من السؤال نعم الاستعداد التي تقوم بها القوات الإخوانية والقوة الإخوانية هناك وقوات مصراطة لنقل المؤسسات السيادية والمصر في هناك دليل على أنهم بدأوا يستشعرون خسارة المعارك في طرابلس ويستعدون لأن تكون مصراطة هي العاصمة البديل وأن يكون لها كحضور وأن يتحرك المجتمع الدولي لحمايتهم في تلك المنطقة بعد أن تسقط طرابلس وفي محاولات كما قلت سابقا أن يكون لهم صوت أو أن يكون لهم حضور على مائدة التفاوز إذا ذهبت الأزمة إلى الحل السياسي أستاذ محمود ما رأيك في هذه النقطة على المخطط البديل لنقل الوزرات وربما كافة الصندق السيادية لبنك ليبيا المركزي إلى مصراطة هذه خطة يقول البعض بأنها ربما إعلان لفشل في طرابلس ما رأيك؟ هو الفشل فيه حتى أكثر من شاهد غير هذه الشواهد فشلهم في طرابلس الزجب أطفال الآن غير مؤهلين للحرب في هذه المعركة هو عنوان هزيمة أما مسألة نقل البنك المركزي وبعض المقارات السيادية أعتقد ليست ناجحة ولا أعتقد بأن الأخوان المسلمين يصلون إلى التفكير بهذه الطريقة يعني ما معنى أنك تنقل مصر في المركز تنقل المعدات وتنقل المستردات وتنقل المبنى لا يمكن ذلك إذا استمرت مصراطة في هذا أنا سأعطيك السيناريو ربما القادم المعركة النهائية في طرابلس ستكون في منطقة تجورة وهي المنطقة التي سيقود فيها الجيش آخر معاركة مع الميليشيات المارقة والعصابات إذ لم تتخذ مصراطة مواقف وطنية وإذ لم تتحرك باتجاه الميليشيات وطبور الشر الذي يسيطر عليها والذي يقود المدينة باتجاه الأهوية أنا أعتقد بأن المعركة الأخيرة والتي ستكون سهلة المعركة الأخيرة للجيش الوطني والقوات المسلحة ستكون في مصراطة ولكن أنا أعد وأتمنى وأنصح أهل مصراطة ليس لهم هناك من يدافع عن مصراطة ولن يكون هناك من يقف مع مصراطة إلا الجيش الوطني والقيادة العامة للقوات المسلحة لأن ما تقوم به الآن مصراطة كمدينة تسيطر عليها مجموعة الإخوان المسلمين سيطرة بالكامل وتدعمها وجعلت من هذه المدينة أن تكون داخلها قاعدة إيطالية بعد أن تم أجلاءهم في سبعينيات القرن الماضي سمحت أخيرا للأتراك بأن تكون لديهم قاعدة عسكرية وهذا شيء لا يرضاه الليبيين أيضا في الاحتلال لأراضيهم وهما هم الآن يستخدمون الطيران التركي بإتجاه كل مناطق الغربية كل المناطق الغربية باستثناء مصراطة 90% من مناطق الغرب هي مع الجيش الوطني وتأخوض معه المعارك ما موقف سكان مصراطة مما يحدث في مدينته مستد محمود ليس هناك موقف حالة تزييف وعي جماعي لهذه المدينة نفس ما حدث في 2014 في حرف فجر ليبيا تم تنويم شبابها وتم تزيج بهم في حروب لها أول ما ليهاش آخر مدينة مصراطة الآن فيها أكثر من 700 أرملة عدد الوفيات في الشباب من السن السبعطاش إلى غاية الـ 24 90% من شبابها قاعدين يقتلوا كل يوم في الجبهات أطفال يزيج بهم أمام جيش مدرب وأمام طيران وأمام مدفعية موجهة بالليزر وأمام صواريخ الكورنيت أطفال تزيج فيه عمره 20 و21 شوف مواقع التواصل الاجتماعي نحن يوميا نعرض العشرات من هؤلاء الأطفال الذين يبوتون إلى أين تريد أن تصل هذه المدينة؟ للأسف هي مدينتي وأنا وخاطب أهلي فيها أنا معك محمود المصراتي وخاطب أهلي فيها يجب أن يقف هذا العار يجب أن تكون للمدينة مواقف واضحة نعم للأسف للأسف تحدثنا نحن في الإعلام المحلي نخرج كل يوم ونخاطب هؤلاء ولكن للأسف ليس هناك عقل جماعة الإخوان زيفت وعي مدينة كاملة فيها أكثر من 400 ألف نسمة مصراتة بلد الثقافة والمثقفين والتجار مدينة دات الرمال أصبحت الآن ندير شؤون على كل الليبيين أصبح الليبيين يلقصون فرحا عندما يقوم قوة سلاح الجو الليبي باستهداف مطارها واستهداف قاعدتها الجوية أصبح حلم الليبيين وأعراسهم على أن تقصف مدينة مصراتة لماذا هذا التيار الشاد داخل المدينة لا يتم القضاء عليه؟ طيب لماذا لا تتحول بنادق أبنائها إلى معاول بناء؟ للأسف دكتور محمد كسؤال الأخير كيف يمكن حل هذه المعضلة في ليبيا وهذه المخططات التركية بتمويل قطري كيف يمكن إنهاء هذا الوجود الأجنبي على الأراضي الليبية برأيك؟ هذا سؤال صعب الإجابة عليه لأنه الأزمة تتجه إلى الحل عندما يحسم التوازن العسكري على الأرض وتتمكن قوة من تحقيق انتصارها الجيش الواطني حق الانتصار يفرض الإرادة ويفرض على المجتمع الدولي التعامل معه لهذا النحو لكن المرحلة الحالية التي لا يحدث فيها الحسم الكامل يصبح للمجتمع الدولي دور وتبقى الأزمة الليبية كما تبقى الأزمة اليمنية كما تبقى الأزمة السورية أجندات إقليمية ودولية متباينة تتداخل داخلها لتحقيق مصالح كل الأطراف وتبقى الأزمة مشتعلة شكرا جزيلا لك دكتور محمد مجاهد الزيات عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية كنت معنا من القاهرة أشكر أستاذ محمود المصراتي رئيس تحرير صحيفة أخبار الحدث كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك